وأعلن منير المقدح مقتل شقيقه في الغارة الإسرائيلية على صيدة وأضاف أن خليل كان عميدا في حركة فتح وكان مسؤولا عن إمداد المقاومة في الداخل الفلسطيني وخاصة الضفة الغربية مهددا بالرد على مقتله في الداخل الإسرائيلي ووفقا لتصريحات المقدح فإن شقيقه كان شخصية عسكرية منذ ستينيات القرن الماضي ومن أبرز القيادات العسكرية في كتائب شهداء الأقصى